أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ورئيس مؤتمر كوب 28 سلطان الجابر ضرورة لانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة للحفاظ على إمكانية تحقيق الأهداف المناخية المنتظرة وعقب اختتام رئاسة كوب 28 ووكالة الطاقة الدولية جلسات هاما الحوارية رفيعة المستوى أشار الجابر إلى أهمية دعم إصدار قرار يلبي أعلى التموحات بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس من جانبه أشهد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فتح بيرول بتكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو الوكالة للتوافق عليها في مؤتمر المناخ والتي تتضمن زيادة القدرة الانتاجية لمصادر الطاقة المتجددة لثلاث مرات وكذلك مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر